السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سليم دائما في اطار تواصل الذي ناجهته وزارة الصحة تجاه المواطنات والمواطنين فيما يخص تتبع الحالة الوبائية المتعلقة بمرض كوفيد 19 نوافقكم بمستجدات هذه الحالة الوبائية ما بين الساعة السادسة لمساء الأمس والساعة السادسة ليومه 31 مارس حيث تميزت هذا 24 ساعة بتجيل 68 حالة إضافية مؤكدة بواسطة التحليلات المخبرية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 600 وجوش ذي الحالة فيما تم استبعاد إلى حد الآن ومنذ بداية هذه الأزمة 2298 حالة كانت محتملة وتم استبعادها شراء تحليل مخبري سلبي فيما يخص توجيع توزيع الجغرافي لمجموعة الحالات المؤكدة المسجلة إلى حدود اليوم فلا تزال جهة الضربضة السطات هي الجهة التي سجلت أكبر عدد من الحالات بـ 176 حالة متبوعة بجهة مراكوش أسفي بـ 107 حالات جهة فاس مكناس وجهة أرباط سلا والقنيترا بـ 105 الحالات لكل منهما وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 39 حالة فيما يخص توزيع على صعيد الأقاليم العاملات وهذا سؤال يتردد كثيرا عبر الرسائل التي ينتوصل بها ونظرا لضيق الوقت فإننا سنوافق بالأقاليم والعملات التي تسجل أكبر عدد من الحالات فبطبعة الحال مدينة الضار البيضاء تأتي على رأس القائمة بـ 169 دي الحالات تليها مراكوش بـ 200 حالتين ثم الرباط بـ 58 حالة مكناس 49 حالة وفاس بـ 36 حالة بالنسبة لتوزيع الحالات حسب الجنس فالضكور يمثلون 55% والنساء يمثلون 45% بالنسبة لمعدل العمر فهو إلى حدود اليوم يكون 54 سنة علما بأنه أدنى سن مسجل هو رضيع في شهرين من العمر والسن الأكبر المسجل هو لشخص يبلغ من العمر 96 سنة بالنسبة للحالة الصحية لكافة هذه الحالات المسجلة يجب التذكير إلى أنه لحدود الآن الأرقم لم تتغير كثيرا فـ 85% من الحالات هي حالات بسيطة وحميدة أما 15% من الحالات فهي حالات إما متقدمة أو حالات حارجة فيما يخص الوفاية تم مع الأسف خلالها 24 ساعة تسجيل ثلاث حالات وفاة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للوفاية 36 حالة وفاة وبطبيعة الحال كيف أن الحالات المؤكدة تتمركز في بعض الجهات المملكة فحتى حالة الوفاية تتمركز بالخصوص بين جهات الضار بيضاء سطات مراكش آسفي وفاس مكناس بثمانية الحالات لكل منهما ثم تأتي الجهات الأخرى الرباط سلا القنيطيرة بربعات الحالات الجهة الشرقية ثلاث حالات بني ملا الخنيفرة بحالتين سوس مسا حالتين وطنجة طوان الحسيمة بحالة واحدة معدل العمر بالنسبة لحالات حالات الوفاية هو 62 سنة وهذه الحالات هي في 33% حالة وفاة لدى أشخاص كانت لهم العدوى وافدة من الخارج و66% من هذه الحالات هي حالات محلية هذه الحالات ديال الوفاية للعدد ديالها كنت ذكرت 36 فكانت لديها في تقريبا 90% من الحالات على الأقل عامل اختطار من العوامل ديال الاختطار اللي أصبحت الآن معروفة وهي إما السيل المتقدم أو حالات من الأمراض المزمنة أو هذه الحالات كلها ثالثا بالنسبة للأشخاص المتعافين تم والحمد لله في هذه 24 ساعات صريح بشفاء عشر حالات إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت نهائيا للشفاء 24 حالة ويمكن أن نعقب على هذا على هذا الرقم طبعا في إطار تفاعل مع الأسئلة التي تريد علينا عبر الرسائل في ما يلي يجب تذكير بأنه الشفاء في المغرب يخضعوا لي معايير دقيقة فلا نصرح بالشفاء فقط لما المريض يتخف عليه الأعراض للمرض لو كنا في هذا المجال لا كنا قد صرحنا بشفاء 80% من أمراض من الأشخاص المؤكدة إصابتهم ولكن بالنسبة إلينا وحفاظا عن السلامة الصحية العامة فلا نصرح بشفاء مريض حتى نجري له تحليلين مخبريين ويكون تحليلين مخبريين نتيجة سلبية فلهذا الأساس ونظرا لطول مدة فلا نقوم بالتصريح بأنه مريض من المرضى شفي حتى نكون متيقنين تمام اليقين بأنه لم يعد لديه الفيروس ولا يمكنه أن ينقل العدوان لشخص آخر فلهذا فترة تصريح بالشفاء تتطلب وقت كبير نقطة رابعة تخص بطبيعة الحال المخالطين فلازم وبما أننا لازمنا في المرحلة الثانية لازمنا في إطار هدف احتواء الفيروس ومنع تفشيه في المجتمع على نطاق واسع لذا لازمنا نراقب ونتتبع المخالطين ديال أي حالة من الحالات المؤكدة المسجلة فإلى حدود اليوم بلغ إجمالي المخالطين المتتبعين أربعلاف وتسعمائة وتمانين وبلغ العدد ديال المخالطين الذين تم طبيعة الحالة رفع حالة التتبع ديالهم إلى حد اليوم ألف وثمانمائة وثمانية وستين مخالط سؤال آخر ورد علينا ضمن الرسائل التي نتوصل بها والتي ترددت كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو وسائل الكشف فبطبيعة الحال وطبقا لتفعيل المخطط الوطنية لليقضاء والترصد والتصدي لكوفيد 19 فنحن سائرون في توسيع شبكة المختبرات التي تؤكد بطبيعة الحال الحالات المرض حالات المرض وبطبيعة الحال يجب تأكيد أننا في المرحلة الثانية لا زلنا نتوخى التشخيص الدقيق والتشخيص الدقيق يعني أنه يعتمد على أرقى مكين وعلى أدق مكين من وسائل التشخيص وهو التشخيص عبر اكتشاف الحمض النووي للفيروس لهذا فإننا وسعنا شبكة المختبرات وسنقوم لاحقا باعتماد وسائل أخرى للتشخيص والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر